ولذلك العالم الذكي العالم اللوذعي كما قلت لكم يكون سقراطي الروح سقراطي المنزع بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يقول دائما ويؤكد على هذه القاعدة كل ما استفدته من علمي وفلسفتي وخبرتي وفني وفكري ولوذعيتي وعبقريتي وإبداعي وإضافاتي هو أنني ازددت علما بجهلي عرفت أنني لا أعرف هذه الروح السقراطية حين كان يدعي سقراط هذا كان يعزهد على تلامذته وحدثتكم إيه بقصة فيه موضع آخر إلى أن ثبت فعلا أنه هو الأحكم لأنه الوحيد الذي كان يدرك حدود أي معرفته وأنه لا يعرف شيئا وأنه لا يعرف شيئا العلم لله جل جلاله العلم العقيقي فوق كل ذي علم عليم هذه نتف من العلم محاولات لذلك روح الفلسفة إلى اليوم سقراطية ما أجمل كلمة كاري ياسبرز خيرسوف الألماني العظيم المؤمن كان مسيحيا مؤمن وخيرسوفا وجوديا ومحليا نفسنيا كان عالما في التحليل النفسي كاري ياسبرز صاحب عظمة الفلسفة كان يعد الفلسفة خائنة لنفسها متى تخون الفلسفة ذاتها متى يخون الفلسوف الفلسفة إذا ادعى أنه امتلك ماذا؟ القول الفصل والكلمة الأخيرة هذه الخيالة لأن الفلسفة سقراطية الروح ترجمة نانسي قنقر